اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فلذلك حبيتنا جمع ما بين ثقافتنا الجزائريين وبين الجزائريين كشخصية وجزائريين الجزائري كإنسان أسكو تقدر تحكينا باختصار الأفكار أو المحاور الأساسية لهذه الرواية طبعا أن الأفكار الأساسية التي تناقشها هي مشاكل اجتماعية طبعا لكن فيما يخص الأسرة بناء الأسرة مشاكل يعني الطالق عمل المرأة علاقة المرأة بعائلة الزوج بمحيطها الاجتماعي كيف توازن ما بين العمل وبين الأسرة وركز حاليا جدا عن الأسرة لأنه كما نشوفه في العالم كامل هناك بداية تفكك وتهدم لمعنى الأسرة ولذلك كراني بديت يعني هذا من خلال هذا العمل أنه نعطي قيمة للأسرة وترابط الأسرة وتماسك الأسرة في وقت وين أصبح فيه الطلاق سهل جدا شكرا لك أظن أنه هذا الإصدار الأدبي سيلقى النجاح وبما كلمة أخيرة توجهها للمشاهدين طبعا شكرا إن شاء الله يلقى نجاح كما ركت قول زميلي شكرا لقناة الأنيس أيضا وبالنسبة للناس اللي رهم يشوفوا فيها الآن نقول لهم قرعوا بزاف وعلموا لدكم القراءة وخلوهم يجوا يحتكوا بالكتب ويشوفوا الناس هنا رانا نهربوا من الواقع إلى معرض الكتاب بي سيلة رانا نقتنصوا لحظات من الحياة نكونوا فيها ما بين الكتب ما بين ناس مثقفة إلى آخره شكرا جزيلا نعم شكرا لك وانتمنى لك التوفيق والنجاح شكرا